أولا بالنسبة لعبارة الكنائس لا نقول غلق 12 كنيسة نقول غلق 12 مقر ومحل وبناية لأنه لم يأخذ مفهوم الكنيسة فهي مقرات وأحيانا بناية لم تكتمل ولا تمتلك حتى رخصة المطابقة حتى عندما نفتح محل أو دكال معين أو معبد ديني مثل المساجد ينبغي أن تكون رخصة المطابقة لها رخصة تقنية وبالتالي نقول ولذلك الخبر الإعلامي لم يكن سليما في الوسائل الإعلامي الجزائرية كان من المفروض على الصحافة والإعلامين أن يكتبوا الجملة التالية غلق 12 مقرا ومحلا حولت إلى كنيسة وبالتالي أعتقد أن هذا التعبير هو الأسلام لأنه نعرف في وهران مثلا سابقا تم غلق فيلا من طابقين في عيون الطرق وكانت تقام بها بعض الشعائر الدينية للجماعة البروتستانتية وكان يقام فيها أيضا تكوين وبالتالي فالسخب لم يقع على غلق هذه الكنيسة كما لم يقع السخب والاحتجاج على غلق بعض المساجد نحن نعرف أنه في 2001-2002 في سنوات عديدة كانت تغلق بعض المساجد لأنها لا تمتلك الرخصة من وزارة داخلية ومن وزارة شؤون ديني الأوقاف وبالتالي يمكن القول أن القوانين الدينية أو قوانين ممارسة الشعائر هي قوانين واحدة سواء للمسلمين أو غير المسلمين وبالتالي ما صحب الأحداث والسخب الذي وقع في منطقة القبائل لأنه جاء في فترة الاحتجاجات وارتبط بأيام الجمعة التي تقع فيها المسيرات والاحتجاجات وبالتالي نقول كان على الإدارة أن تنتبه إلى هذه المسألة وبالتالي أعتقد أن ربما الذي أثار أكثر هو أنه وقع غلق جماعي لهذه المقرات التي اتخذت كمعابد وككنائس نعم إذن لكن البعض يعني الجميع يتفق على أن هذا قرار قانوني ربما عدم وجود رخصة إذن الجميع يتفق من النحية القانونية على أنه يجب أن تغلق باعتبار عدم وجود رخصة لهذه كما تحدثت البنايات ولكن التوقيت هو مجال الكثيرين يعتبرون أن هذه الخطوة مشبوهة خاصة أن بعضها كان موجودا منذ فترة زمنية ولم يتم غلق لم تكن موجودة كانت موجودة وربما بعضها كان موجودا ويشتغل بطريقة غير قانونية بشكل أو بآخر هذا يعود إلى نظر الولات يعني والي المنطقة في تيزوزو أو بجايا أو وهران أو في أي ولاية من الولايات يقدر الأمور هل يتم الغلق الآن بعد شهور بعد شهر يرى الملابسات والظرف المناسب لغلق هذه البناية أو تلك من المقرات التي تتخذ للشعائر الجماعية فيما يتعلق باستغلال هذه المسألة استغلت استغلت إعلاميا عند البعض على أنه معادات لمنطقة معينة وتعارفين الآن في الوضع الذي تعيشه الأزمة الجزائرية قد استغل هذه المسائل في وجهها غير سليمة ولا استغرب عندما يدافع بعض الحدثيين عن غلق المساج في حين أن لهم موقف من الدين أساسا هم يقفون ضد الدين أساسا كيف أنت تقف ضد الدين أساسا وتدافع عن حرية الدينية أنت لا تعلم أصلا أن الجزائر مفتوح فيها الكنائس منذ 62 يعني منذ الاستقلال الدولة الجزائرية تفتح الكنائس وتعطي رخص للكنائس وهناك لجنة وزارية قطاعية مقرها وزارة شؤون دين الأوقاف تسمى هذه اللجنة الشعائر الدينية لغير المسلمين هذه اللجنة يبغي أن تفعل من طرف وزارة شؤون دين الأوقاف لأنها ميزانية خاصة وهي التي تهتم بقضية وجود الكنائس ويمكن مستقبلا أن يكون هناك أن يكون لدينا ممثل لهذه الديانة أو تلك الديانة وأقصد بالخصوص الديانة المسيحية بنوعيها بالطائفتين طائفة كاتوليكية والطائفة البرتسطينتية المشكلة نحن ليس مع الكاتوليكيين الكاتوليكيون لا يشكلون أي خطر بل بالعكس يحترمون القانون الجزائري ويسرح بذلك أوري تيسي الذي كان العميد الأسقفية السابقة في الجزائر أو ماريا خوسي الذي الآن هو أب الكنيسة نوتردام على مستوى العاصمة وقد ربما تبعتم تصريحه أول أمس المشكلة مع التبشير المسيحي البرتسطينتي الذي يريد أن يخلق صدام مع الإدارة الجزائرية وهو بذلك يسيء حتى إلى الديانة المسيحية ويسيء إلى المسيح عليه السلام لأن الإنجيل يدعو إلى احترم القوانين والمحبة والدفاع عن الوطن ولذلك الأقباط في مصر هم أكثر الناس يدافعون عن المصر وعن الوطن لبنان المسيحيون يدافعون عن وطنهم وبالتالي الإخوة المسيحيون من المذهب البرتسطينتي عليهم أن يدركوا هذه المسألة وإن كان هناك غيم وإجحاف في حقهم من طرف السلطة ينبغي أن يناقش ذلك لأن بعض الممثلين يقولون أن السلطة وضعنا ملفات للترخيص لكن وزارة داخلية لم تتجاوب أعتقد أن وزارة داخلية تقدم مبررات لماذا لم تتجاوب معها ولا ولم تتجاوب معها ولا لأننا نعرف الآن حتى الطائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية التي تنتمي إلى التشيع لا يمكنها الحصول على رخصة لأنه بالنسبة لنا هذا يخلق خلل في النسيج الاجتماعي وفي الاستقرار الدولة الجزائرية لأننا نعرف الآن أن الطائفية الدينية المنغلقة والتي تتحول إلى كخلايا سرية كومديسكت تخلق فوضى في المجتمعات وأحيانا قد تكون جزء من الأجندات في العلاقات الدولية وتصبح جزء من الانهيار داخل المجتمعات وبالتالي نحن مع الحرية الدينية التي نص عليها الدستور والدستور الجديد 2016 نص على حرية المعتقد لكنه نظم المشاء الشعائر الجماعية فالدين عندما ينتقل من فرد كفرد مسألات تخصة في أفراد كون مسيحيا يهوديا شيعيا إباضيا كما شئت لكن عندما تريد أن تمارس الشعائر في شكل جماعي هذا يخضع للقوانين ومعرف أن قوانين في الدول الأوروبية أيضا تقنن الممارسة الدينية فممنوع في مثلا في سويسرا وفي بعض البدل الأوروبية رفع المآذن لا يمكن أن يكون مآذن يرفع لمترات معينة فوق البنايات هذا ممنوع في بعض البلدان الأوروبية وبطبعا البلدان الأوروبية تخضع التدين الممارسة الدينية الجماعية تخضع على القوانين خصوصا مع تزايد العنف والإرهاب سواء باسم هذه الديانة أو تلك الديانة جميل جدا وهل تعتقد أن الوقت الآن هو مناسب لاتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ طبعا الدولة عليها أن تحزن في هذه الأمور لأن الأمور تعفلت أكثر بحيث صارت تمارس شعائر دينية في بناية غير مكتملة أصلا عمارات غير مكتملة يعني حتى من ناحية التقنية ممنوع حتى تتحول إلى مساجد ممنوع يعني لا يمكن أن نفتح مسجد وهو لم يكتمل في البناية فكيف نفتتح فيلا أو مقر معين لم يكتمل ونفتحه لديانة غير ديانة الإسلام في حين القوانين واضحة في هذه المسألة ولكن أتصور أن علينا أن نطبق روح القانون وعلى الإدارة أن تتفهم حينما يكون هناك مجموعة من المسيحيين يمكن أن يمارس دينهم في إطار قانوني في بناية كنيسة مكتملة لأن المسيح يحب من أتباعه أن يعبدوه بحرية وبراحة وأن لا يخلقوا استداما مع الآخرين وعلى هؤلاء أن يعيدوا قراءة الإنجيل قراءة صحيحة وسليمة مثل ما يقرأه زملائه من الطائفة الكاتوليكية وأن يدركوا جيدا أيضا أن التدين لا علاقة له بالسياسة نحن جربنا تدخل الدين بالسياسة في التسعينات وجر علينا الأزمات فالدين عندما يكون يرتبط بالسياسة أو يرتبط بمطالب سياسية يصبح خطرا على أتباع الدينة وخطرا على الدين وعلى الدولة في نفس الوقت جميل جدا إذن هل تواصلتم مع مسيحيين ربما بحكم منصبكم بحكم علاقاتكم وكيف كانت تردد فعلهم من هذا القرار هل تقبلهم نحن كمجلس إسلامي نحن هيئة استشارية الذي يقوم بهذا الدور هو وزارة شؤون الدينية والأوقاف لأن وزارة شؤون الدينية والأوقاف من مهامها متابعة ومرافقة والحرص على الكنائس بما فيها إذا كانت هناك معابد يهودية نحن لا يوجد عندنا طائفة يهودية نظرا لأنه لا يوجد عندنا يهود ولكن الاهتمام بالأديان الأخرى وبالشعائر الدينية لغير المسلمين هي من اهتمامات وزارة شؤون الدينية ووزارة الداخلية من الجانب الإداري وزارة الدينية من مجلس التوجه الديني أما المجلس الإسلامي الأعلى فتسميته تدل عليه فهو مجلس إسلامي يهتم بالفتوى والاجتهاد في مجال الدين الإسلامي ولا علاقة له بالأديان الأخرى اللهم إلا من باب عقد ملتقيات مثل ما عقدت ملتقيات حول حوار الأديان حول سانت أوغستان حول طومة الإكويني كما عقد ذلك عبد المجلد مزيان وشيخ بعمران رحمه الله وربما كما سنسعى نحن في المجلس في عقد مثل هذه الندوات التي تدعو إلى الحوار الدين البعض أكد أو تساءل عن غياب المجلس الإسلامي الأعلى في مثل هكذا قضايا يتسألون أين دور وما هو دور هذا المجلس من هكذا على الأقل إصدار بيان يمكن أن يصدر المجلس بيانا إذا طلب منه ذلك من طرف هيئات رسمية نحن لا نصدر بيانات هكذا لكن ما يشغل الرأي العام أو يكون هناك اقتراح من طرف مؤسسات الدولة نصدر اجتهادا فتوى أو بيانا لكن نحن نعتقد في المجلس الإسلامي الأعلى وهذا اعتقاد أيضا سيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور بعبد الله غولان الله على أن هذا من مهام وزارة شؤون دينية وحتى لا نتدخل في مجال غير مجالنا جميل جدا أستاذ هل لديك أي إحصائيات حول عدد المسيحيين في الجزائر؟ ليست هناك إحصائية دقيقة نحن أحيانا نعرف الإحصائيات من خلال ربما من خلال طلب المسائل طلب الأنجيل عندما يطلب الإنجيل نقدر عندما يطلب في السنة عشرة ألاف إنجيل نقدر هل يمكن يكون خمسة ألاف ستة ألاف سبعة ألاف؟ أعتقد أن الإحصائيات في الجزائر فيما يتعلق بأتباع الأديان ليست هناك إحصائية دقيقة أحيانا بعض الجهات الإعلامية الدولية الغربية تضخم هذه الإحصائيات حتى تحرجنا أمام التقارير الدولية على أننا ضد حرية الأديان ولذلك كم يوجد عدد ها وعدد المسيحيين الموجودين طبعا هذه النسبة تتوقف على إحصائيات وعلى أرقام تقدمها الكنائس التي تنشط بشكل رسمي وليس التي تنشط بشكل غير رسمي وغير قانوني الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة أعتقد أن موضوع الدين مهما كان سواء كان الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى محتاج إلى مراجعة قانونية في الجزائر محتاج إلى منظومة قانونية وفكرية جديدة محتاج إلى رؤية جديدة عند النخب وعند رجال الدين لمعالجة هذه المسألة وإلا سيكون الشأن الديني يسبب لنا أزمات في المستقبل مع الحفاظ على الحريات الدينية لأن الحريات الدينية سواء كانت فردية أو جماعية مهمة جدا بالنسبة للدولة الجزائرية لتكون هناك استقرار وعلى أن قبل التدين المواطنة هي قبل كل شيء وعلى أن يكون الانتماء للدين هو في نفس الوقت دفاع عن الوطن وعن المجتمع وعن الدولة التي ننتمي إليها هذا الدفاع يتطلب مننا بدرجة أولى أن نحترم القوانين شيء الثاني أن نحاور وندفع بالتي أحسن مع الدولة الجزائرية إذا أردنا تغيير بعض القوانين لأن هناك من يريد تغيير قانون ممارسة الشعار لغير المسلمين قانون 2006 طبعا يفتح فيه نقاش إذا كان هناك تطوير للمنظومة القانونية المنظمة للشأن الديني المسألة الثالثة نعرف أن جوهر الدين هو المحبة والاستقرار والانسجام الاجتماعي هذا جوهر الأديان ليس فقط الإسلام ولكن المسيح يدعو إلى ذلك في تعاليمه والنجيل الأربعة والحواريون في رسائلهم يدعونا إلى ذلك